أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها وفقا للتوجهات الرئاسية وخلال اجتماع لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية أشار مدبولي إلى تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين سواء فيما يتعلق بالنقل أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الأفريقية وأكد سعي الحكومة لتدليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التصدير ومنوها إلى أهمية الإصراع في تنفيذ مختلف الجهود والتي من شأنها أن تسهم في تنمية حركة التبادل التجاري